أسعد اللهم وسأكون بكل خير محبي مسلسل عندما يكتمل القمر إليكم تسريبات الحلقة الأخيرة نظرنا عندما بدأ التحدي الكبير ما بين فلو وصاد فكل واحد منهم يملك ابن للآخر وعرضت عليه فلو عملية التبادل لكن حدث ما لم يكن بالحسبان فيما بعد أن انتقل الصراع إلى أمام سجن نصيف وبعد أن بدأ صاد يلعب بعقل فلوى حول القوة التي سيحصلون عليها من سر الأسرار عندما يحر جمعان ويخرج الكنز أتت نون وصرخت بقوة لتوقظ نصيف وتخرج طاقتها وتخبر أن الآن قوي كافي لكي يتمكن من تحرير نفسه وتحرير والده الآن والديه حوله فعل وبالفعل بعد أن اتحذ قوة السلاثة ناصيف ونون وفلوى فتح باب السجن وتحرر ناصيف ووالده وأصبحت فلوى الآن أكثر قوة من الصاد فما جعل يوقف منه للصدمة لا يعرف من الذي سيفعله نعم أصدقائي من المتوقع أن أحد أصراء الآن ستشهد أكثر خاصة عندما يعلم صاد بوجود ابنه الذي لم يكن يعلم بوجوده وسيبقى يطالب فلوى به وأن عليه أن تعيده إليه حتى لا يؤذي زوجها جمعا فما هي الصفقة الجديدة التي سيتم عقدها ما بين القوة المتصارعة من أطراف المتنافسة لن يتنازل أحد للآخر نعم أصدقائي كما شاهدنا نون وشقيقتها مزنى لديها الكثير من الأسرار التي لا يعرفها أحد فهل ترغبنون فقط أن تصل لسر الأسرار أم أن هناك أهداف أخرى من هذا الصراء خالد لا يزال في حال صراء فلا يستطيع أن يساعد جده وبذات الوقت لا يريد التخلي عنه ويحاول بأشهد طرقا يحميه ويبعد عنه فماذا سيكون دور عندما يعلم أنها تم تحرير عمو نصيف أما عن التوقيت الصحيح لفتح الكنز قد حانى سيكون عطارد ما بين الشمس والأرض وهذا ما يسمونه الكسوف الكبير فهل سيتمكن أحد القوى المتصارعة والمتنافسة على فتح الكنز لحصول على سر الأسرار أما أنه سيبقى أن لا يستطيع أحد فتح الكنز وخاصة عندما شاهدنا الدكتور راشد عندما ذهب إلى موقع الكنز وأخبروه عليه أن يقتل جمعان نعم أصدقائي لأنا وصلنا إلى نهاية الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل جديد ولا ندعك في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا